هم معنا اتصال من عمر من السعودي اهلا بك. الله يسمك باركين. اتفضل. ازاك الله خير عليكم. الله. بس الان 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 من ناحية السمنة. في حيانا يقولوا اللي اتوقع ان السمنة المفرطة هي الممكن زايد عن وزنه الطبيعي مثلا عن 30 او 40 كيلو. هذا ممكن يكون يصاب بسكر. لكن هل اللي زايد مثلا عن وزنه 10 او 15 كيلو. هل يؤثر عليه ممكن يا مرض سكر. والله اشكرك يا اخ عمر يعني سؤالك جدا مهم ومحتاج حلقة كاملة اتكلم عن موضوع السمنة ان شاء الله مستقبلنا بحكي فيه. ولكن كلامك جدا مهم. اي واحد فينا عد عن الحد الطبيعي الاي بي ام تابعه. عد في عندي قبل السمنة. السمنة زيادة وهدين سمنة مفرطة. لكن بالمناسبة السمنة يرافقها زيادة مقاومة الانسولين. يرافقها السكر. وثم الضغط. الان حشرح بعد شوي حشرح لك كيف هذا الشي حيصير. بس ولكن انتبه. اي واحد عنده زيادة تلي 10 او 15 كيلو اخلص منها. ولا انصح احد يعمل عمليات. انا اجيب اعمل عملية جراحية. واورط نفسي بمرض تاني جيني. انا يا جماعة اذا الاصل معي ده او تغيير مسار جون. صار عندي مرض جديد في بطني. ما بدي اغير الاناتومي التشريحية تبعتي. انا بدي اقبعه متل ما اضعف وامشي. عندي ما شاء الله واحد كان 140 كيلو. بالنظام حطيته على تخصيص. بالمشي بالرياضة. ما شاء الله الان صار 82. شيء طيب خلال سنة. قبلين ان شاء الله سنتين. انما تحط خطة. انا ما بدي يجيني السكر. وعلاء بالسكر هتحسه. اللي بتجيله حكي بمنطقة. اللي بجيله هون بين الفخدين حكي. اللي عدم التقام الجرح. اصحب الليل عدة مرات. احل البول ما اطلع في التهاب. يعني بدنا ننتبه جدا جدا جدا.